ازاي الحرب قدرت تعمل هذه الهزة الاجتماعية داخل الكيان الصهيوني المحتر للأراضي العربية وهل هذا الاهتزاز مستمر لحد دلوقتي هل في ملامح للحديث حول هذا الاهتزاز سواء اذا كان فيه كتاب التأثير او البندقية وغسن الزيتون يعني بما اننا بدأنا الكلام من الكتب والكتب في تارثة وسبعين كانت هي الوثيقة التاريخية فخلينا اقولك ان فيه مصطلحين ارتبطوا في اسرائيل بحرب اكتوبر ارتبط وثيق الصلاة واحد التقصير كلمة المخدال همخدال العبرية التقصير ده كتاب مهم جدا عن حرب اكتوبر وكتاب تاني اسمه رئيداتها دماء اللي هو الزلزال او زلزال اكتوبر وهنتكلم على الاتنين بسرعة التقصير كتاب طلع في ديسمبر تلاتة وسبعين يعني بعد شهرين من حرب اكتوبر سبع مؤلفين عبارة عن سبع مرسلين عسكريين اشتغلوا على الجبهة المصرية وعلى جبهة الجنان ورجعوا لقوا ان الاعلام الاسرائيلي كان بينشر بيانات الجيش وكان الحقيقة مشهد ممكن لا يتوقعه الكثيرون يعني لا صوت يعلو فوق صوت المعركة والناس ما بتشوفش منشتات في الصحافة الاسرائيلية ولكن فيه عندنا فرصة كنا اعرضنا بعضها الا ان الجيش الاسرائيلي يصدوا الهجوم المصري معارج دارية في سيناء عنوين مفتوحة جدا وكلاشيهات بس ما فيش حاجة عن الاقتحام والعبور المصري والضربات الموجعة ده عرفنا بعد كده من الوثائق اللي بدأت تنشر عن تلاتة وسبعين فالمجموعة الصحافيين دول اجتمعوا وهم مجموعة من كبار الصحافيين في اسرائيل وعملوا كتاب ضخم الصفحات يعني اسمه همخدال فاكتبت الكلمة بحرب اكتوبر كتاب منع من التوزيع في اسرائيل لم تكتب عنه الصحافة كلمة واحدة رغم ان هم زملاء هم الفين الدموقراطية الاسرائيل لا 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 الا الاعلام الاسرائيل تحت سرطرة الرقابة العسكرية حتى اليوم حتى اللحظة اللي بكلمك فيها والكلام حوالين ان الاعلام الاسرائيل اعلام مفتوح لكل الاراء بعيدا عن المؤسسة العسكرية الاسرائيل ده كلام يعني ممكن نسمعهم الناس ما تعرفش الشأن الاسرائيل لكن خلينا نتكلم عن الكتاب بتاع مخدال عشان ببدو بيكشف الرقابة العسكرية الاسرائيل هي بتشتغل ازاي الكتاب لم ينشر عنه معلومات في الصحف اصبح حديث السعف اسرائيل من باب الممنوع مرغوب فالناس في المقاهي والناس في الصالونات بتتكلم عن كتاب المخدال ايه المهم ان زي الشهادات اللي شفناها في الفيديو من دقايق هو بيعرض شهادات من ميدان المعركة عن القتلى الاسرائيليين في خط بالليف عن اقتحام الحصون الاسرائيلية عن ضباط وجنود اسرائيليين رفعوا رغاية البيضاء واستسلموا للجنود المصريين خوفا من بطش القوة المسلحة المصرية الجبارة في الوقت ده والحقيقة يعني انت تقرأ كتابها موجود باللغة العربية ترجمة ركيكة شوية لكنها تؤدي الغرض هتنبسط جدا جدا من بطولات مصرية بعيون الاعداء طيب ايه اللي حصل في الكتاب رفضوا نشروا لم يتم تغطيطه اعلاميا بشكل كافي فمشي ديان كان في اجتماع مع الوسائل الصحف اجتماع توجيهي بالمناسبة يعني فرئيس تحرين معريف بيسأله بعد الحرب مثلا اظن ده برضو في ديسمبر تلاتة وسبعين بيقوله ارد كتاب همخدال التأثير فرد بغروب شديد جدا وبغطرها قاله ما اردوش لكن انا اعرف ان واحد من المؤلفين السابع ابن ناس وهي كأن يعني البقيين مش ولاد ناس هو يقصد ايه ان ابن اخته يونتان جيفن الصحف المشهور هو واحد من الضباط الذين كتبوا الكتاب كان ضابط في الجبهة المصرية شاف ويلات الحرب شاف المتصار المصري بيعنيه كتب الكلام ده ايه الهدف من الكتاب الهدف ازاحة جولنام اير وازاحة موشي ديان باعتبرهم مسؤولين عن الهزيمة اسرائيل كان في الوقت ده تتعامل مع حرب اكتوبر باعتبرها هزيمة محقاقة لسه هنتكلم عن كتاب الزلزال بس عايز اقولك ان السنة دي بمناسبة 50 سنة على حرب اكتوبر القانون الاسرائيلي اكبر الدولة هناك على نشر عدد من الوصائق فنشر 300 الف وصيقة بعضها منشور قبل كده وبعضها غير منشور قبل كده فالناس تقولك طيب يعني هو اسرائيل نشرت الوصائق بس فيه وصائق مزالت محجوبة واسرائيل قررت نشرها بعد 90 سنة للحفاظ على اسرار الامن القومي ففيما يتعلق بالوصائق المنشورة هنبص هنلاقي وصائق مهمة جدا جدا بس انا عايز اقف عند وصيقة اجتماع يوم 6 اكتوبر الساعة 8 وخمسة الصبح في مجلس الوزراء جولدا مئير وشيديان وزير الدفاع العزار الرئيس الاركان اسرائيل جليلي وزير في حكومة جولدا مئير بيتناقشوا هل نعلن تعبئة العامة ولا لا الاوضاع على الجابهة بتقول ان في حالة التهاب شديد جدا وان التشكيلات بتاعة المناورة المصرية والسورية في الجولان وفي سيناء بتقول ان ممكن مصر تنتقل من حالة الدفاع لحالة الهجوم بشكل مفاجئ هل نعلن التعبئة العامة الرئيس الاركان عايز يعمل تعبئة عامة عايز يعمل تعبئة اربع فرق عسكرية ما يوازي 200 الف جندي علشان يصد الهجوم المصري ان حدث وزير الدفاع في حالة من الغطرصة الشديدة بيقول ان الرئيس السادات لن يحارب مدد وقى مواعيد كثيرة جدا جدا للحرب وتلاعب الاقتصاد الاسرائيلي وشل حركة الاقتصاد الاسرائيلي عشرات مرات لان بتحصل تعبئة عامة يتشل الاتصاد الاسرائيلي تغسر اسرائيل ملايين الدرارات وما يبقاش فيه حرب